أسعدتم أوقاتاً قبل البدء بحساب عدد الأصوات والقيام بعملية بوانتاج للمرشحين المتنافسين في الاستحقاق الرئاسي يفرض علم الرياضيات قبل النظريات السياسية تبسيط المشهد وقراءة عناصره لفهمه بشكل أعمق وفي وقت تقاطع فيه تجمع الأضاد ولم يتوافق على مرشح هو الوزير السابق جهد أزعور فإن نظرية التقاطع الرياضية تقول إن غياب العنصر المشترك بين مجموعات أي تقاطع تعني أن تقاطعها يؤد في النتيجة إلى مجموعة فارغة في المقابل وكما قطع دابر اتهامات تجمع التقاطع الباطلة بإقفال أبواب مجلس النواب عبر الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن التزم بذلك عند توفير مرشح مقابل مرشح الثنائي الوطني شهر الرئيس نبيه بري ورقة الموقف الواضح والالتزام الصريح بترشيح الوزير سليمان فرنجي وقال سنصوت لسليمان فرنجي كلنا سنصوت له نحن وحلفاؤنا لم يقل أحد منه إنه سيصوت بورقة بيضاء صوتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيح فرنجي ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم هكذا بات الرابع عشر من حزيران هو الحد الفاصل بين من لديه مرشح جدي يخوض معركته حتى آخر الصوت وبكافة السبل الديمقراطية والبرلمانية المتاحة وبين من تقاطعت مصالحه على مرشح مفترض في سيناريو معجل مكرر لمرشح تقطيع الوقت ميشيل معوض على أي حال فأن فرنجي أعلن كمرشح رئاسي مواقفه الواضحة من القضايا والملفات الأساسية سواء من على منبر بكيركي وعبر إطلالاته الإعلامية والتي سيكون آخرها عشية جلسة لمناسبة مجزرة إهدن فيما لم يسمع اللبنانيون أو حتى تجمع الأضاد حتى اللحظة كلمة واحدة من أزعور حول رؤيته لمعالجة هذه الملفات في شأن ليس ببعيد أكد البطريارك الماروني بشار الرعي في معرض رده على سؤال لنائب رئيس مجلس النواب ليسبو الصعب حول ما نشره الأعلام من كلام تناول فيه الرئيس بري أن هذا الكلام غير دقيق وهو لم ينشر في السياق الذي قيل فيه مشددا على أن أي موقف رسمي يصدر في بيانا من الصرح البطرياركي وعد ذلك فأن بكركي غير معنية بكل ما ينشر من أخبار هذا وعلمت الأنبيان أن الرعي سيوفد المطرانين بولوس عبد الساتر ومارون العمار إلى عين التيني يوم الجمعة المقبل وقبل الدخول في تفاصيل الأخبار السياسية نتوقف عند مشهد بطولي تجسد اليوم في مرتفعات بلدة كفرشوبة الحدودية حين تصدى المزارع اللبناني إسماعيل ناصر بجسده للجرافة الإسرائيلية التي كانت تقوم بعمليات تجريف لأراضي زراعية يملكها لبنانيون الموقف البطولي هذا حياه رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصال مع المواطن إسماعيل ناصر الذي اطلع منه على تفاصيل ما تشهده المنطقة من اعتداءات إسرائيلية يومية ترجمة نانسي قنقر